يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكرية الانتقالية لجمهورية تشاد صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية نعود ونكرر بأنه ورد إلينا هذا النبأ العجل حيث يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكرية الانتقالية لجمهورية تشاد صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية اشتركوا في القناة